طلعا فساعدنا التحضير التحضير البيرول والفيورام والثايوفين أولا عدنا الطريقة ما اللي هي نفسها البالنور سينثيس هنا راح يستخدم الوان فور دايكاربونيل راح يتفاعل وهي الأمونية أو الأمين تمام هنا رينجي كلوزر is proceeded by dehydration يعني هنا التشفيف مو التشفيف وإنما إزالة H2O هي يعني تشفيف إزالة H2O أو الكوندنسيشن تكثيف تمام يعني هنا بالميكانيزم هسا مرح ناخذها آخر شيء مثلان هذا آخر شيء راح نسوي له على موض نرجحها نغلق الحلقة ونخلي الأواصر المزدوجة هذني شو اسمها سالب 2H2O يعني راح نسحب جزائتين ماء يعني بالمختصر هي dehydration اللي هي التشفيف قلنا أنه الوام فورد دايكاربونيل راح يتفاعل مع الأمونية أو الأمين تمام بالتالي هنا نقول من راح تنغلق الحلقة يلدز the chewed double bond and thus the aromatic buy system يعني هاي بالأخير اللي يتكون هذا عدنا هو يعتبر من نوع الباي سيستم تمام فأول شيء هو هسا هنا أنا كمختصر عدنا هسا الوام فورد دايكاربونيل تمام هاذا الوام فورد دايكاربونيل وهنانا الـ R هنانا R هنانا R1 وهنانا R2 هنانا عدنا كاربونيل بكاربونيل من يتفاعل مع الأمونية أو يتفاعل معه الأمين تمام وهنانا شرط يعني أمين أولي الأمين هو شرط لازم أمين أولي الأمين الثاني ويعتقد ما يصير بس أولي ايه ما يصير هنا لازم بس أولي خوش يعني أنا أجتو تمام فهنانا هسا من راح يتفاعل ماذا راح ينطينه راح ينطينه راح ينطينه بايرول بايرول معوض هنا على موقع رقم 1 بايرول معوض 1 وعلى 2 وعلى 4 وعلى 5 على 1 و 2 و 4 و 5 أو 1 و 2 و 3 و 5 خوش هنان بهذا الاتجاه هو يعني الأقرب تمام الأقرب للتفرعات راح يطينه 1 2 و 3 و 5 هي حسب نوع الموجود التفرعات بايرول تمام الموجود The protonated carbonyl is attacked by the amine to form the hemiaminal يعني هنانا اول شي هذا الكربونيل راح شنوع يهاجم الأمين راح يهاجم الأمين تمام وبالتالي راح يكون الهيمي أمين هذا الامين الامين اللي تكونه راح يهاجم الكاربونيل الثانية the other carbonyl 2-2-5-dihydroxy-tetrahydrobyrol يعني هناني راح يكوننه اللي هو 2-5-dihydroxy-tetrahydrobyrol derivative which undergo dehydration to give corresponding substituted byrol يعني راح يصير لديهايدريشن يعني سالب H2O راح يفقدها 2H2O راح يفقدها وبالتالي يطينا بايرول معوض تمام اشلون راح يصير الميكان زمالتها اول شي عدنا اللي هو الوان 4-dicarbonine وهناني المعواضات ال-R اولي وال-R وهنانا أوب أو تمام اهنان هاي اش عدهي عدهي لامبير ها بالمناسبة اهنان ما ذكرني هنانا ما قلني انه من يتفاعلا بوجود H الموجب or لويس اسد يعني حوامض لويس هنانا ما ذكرناها هاي اما H موجب او حوامض لويس ليش هذن موجودات هنانا ما قلنا لامبير على الأو تمام فهذا الأسد رح يلغي اللون بير رح يهاجم اللون بير قبل لا يتحد ويا الأمين أو الأمون الأسد هو اللي رح يلغي اللون بير فهنانا بوجود الأسد أو الأتش الموجب هاي الأتش الموجب وين رح تجي رح تجي تكسر اللون بير فهنانا ش رح يصير رح يصير عندنا بهذا الشكل هنا من انكسر اللون بير شحنته موجبة انكسر صار شحنته سالبي من انكسر صار شحنته موجبة وظهرت هنا ال H ال H ما المنمال الحامض تمام هاي هنا المعوضات نفس ما هنه ما نسوه بهن شي خوش هسه الخطوة الثانية هاذه هنا 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 هاي المعوضات ال R فتحه وال R هنا فتحه وهن ال R خوش هنا اش موجود وياها هنا موجبة هنا ال H متمام اجت فاعل وياها الامين اللي هو ال R N H 2 ال R N H 2 اجت فاعل وياها اجت فاعل اجت فاعل اجت فاعل اجت فاعل دابل بوند يعني اثنين اواصر وهي ثلاثة تمام اهلانا مرح يهاجمها ش راح تصير هذا يبقى كما هو اهلانا هاذ راح تنفتح الاصرة هاي المزدوجة راح تنفتح يعني بدل ما كانت اصرة مزدوجة اش راح تصير هاي وحدة وهاي اثنين وهاي ثلاثة هاي انفتح اهنانا خوش اهنانا اش صار NH2 R NH2 طبعا هاي الخطوة اضافية من عدي R الثالثة وهنانا ال NH2 اهنانا موجب ليش موجب لان فقدت اللون بير حاجم هو اللي حاجم فظهرت الشحن الموجب على ال N هنانا عدنا ال O سالب صارت ليش لان من هاجم انكسرت الاثرة هاي الاثرة انكسرت وان راحت راحت لل O الاثرة شحنتها سالبة من تروح لل O هنانا هذا راح يفقد ال H وبالتالي هنانا راح تصير الشحنة سالبة مالته مال ال O تمام وهنانا هاي R 3 ال R 2 يعني هنانا ال R 1 وهنانا ال R هنانا تبقى Oxygen هسه اللاحظ اللاحظ اكو شحنت شحنة موجبة وشحنة سالبة فاحنا شنسوي انعادل بما انه الان عدها H2 2 تمام عدها 2 H تفقد وحدة من عدها من تفقد فقدت شحنة موجبة بالتالي راح يتعادل هسه هنا نرسم تمام هنا هسه هذه ال N H فقدت ال H فقدت شحنة موجبة فهنانا راح يرجع اللون بير لان فقدت ههي فراحت الشحنة الموجبة رجع اللون بير ال O مسالب اجدت موجبة صار متعادل وهنان ال R تبقى نفس ما هي وهنان ال R 1 وهنان ال R وال O وهنان هما ما ننساه ال R 3 تمام هس اللي هنان صارت عدنا OH وعدنا NH عليها لون بير هذا لون بير راح يهاجم يهاجم هاي الاثرة تمام يكسرها هم يسوي هم يفتحها يفتح الاثرة هاي وتمام نفس هاي الخطوة من ان فقد اللون بير ظهرت شحنة موجبة على ال N هنا راح هاي ال N تمام ظهرت الشحنة الموجبة عليها ليش لان فقدت اللون بير هنا هاي ال O H و ال R تمام هنا ال R هاي R فتحت R فتح وهنا ال R بدون فتح هنا انكسرت الاثرة وانا راح راح لل O ظهرت شحنة سالبة على O طبعا هنا ما ننسي اللي هي ال R 3 تمام هنا ال N عليها شحنة موجبة ال O عليها شحنة سالبة فعلى مود نعادل هاي شن سوي راح ال N تفقد ال H يعني فقدت الشحنة الموجبة من فقدت الشحنة الموجبة هنا نتعادلت صار عليها لون بير أو هنا بدون لون بير يعني بعد هي مرتبطة من كل الجهات تمام فهنان ال H انفقدت راح ال H اش صار ها ساعدني هنا هذي هنا ال N هنا ال R 3 هنا O H ما نتلاعب به هنا ال R فتحت هنا ال R فتح هنا ال R هنا احنا مو عدنا O اجتها هاي الشحنة الموجبة صار O H تمام صار O H هس اله هنا احنا هنا من هاجم هاي انفقدت صار بشكل شحنة سالبة علي ال O تمام هنا ال O من راح يطيها ال H راح ترجع عاصرتها لل N وتمام ال H راح ترجع عاصرتها لل N فتربطها ويا ال O خوش يعني هنا راح يصير ربط N ب N تمام هس احنا هنا اش عدنا عدنا O H وعدنا O H شلور راح نتخلص منهن راح نطلح على شكل M زينا منين نجيب ال H احنا هنا عدنا CH3 هاي هنان بهاي اللي اكبرها هنان هاذ عبارة عن CH ليش لأن من نان R ومن نان مرتبطة بال R هم يعني بهاي الآزرة الثانية اللي هي هاي ومن نان مرتبطة بال C مزدوجة خوش فهس هاذ هنان صارت عدنا آسرة مزدوجة ما لل H اللي انفقدت خوش زيان هنان هنان اش عدنا هنان عدنا CH2 اللي هي يعني هنان من هنان ومن هن H مرح تنفقد هاي ال H رح ترجع آسرة ها وين للمركب فهنان صارت هنان صارت الآسرة المزدوجة وهنان هاي ال H وين راحت راحت ل O H طلع اثنين هن فهنان اش صفة بالأخير صفة R R 2 1 وال R 1 1 و R 1 وهنان ال N معاوض برقم 1 تمام هاي هي يعني الميكانز ما لده اول شي اول شي ضاف ان ضاف ان الحامض ليش ضاف ان الحامض على مود يكسر ان اللامبير راح يطلع عنا بشكل آسرة مرتبطة بال H تمام اجي النوب ارتبط يعني تفاعل ويا الامين ال R NH2 الامين يشيحت ويحتوي على اللامبير اللامبير مني هاجم راح تظهر شحنة موجبة على ال N خوش لين فقد اللامبير بالتالي ظهرت شحنة موجبة على ال N هلان راح يكسر الآسرة المزدوجة راح توديها لل O تظهر بشكل شحنة سالبة على ال O هاي الآسرة من تنكسر راح تروح لل O تظهر بشكل شحنة سالبة هنا ال H بعد ان فقدت تمام ال H وظيفتها انه فقط تكسر اللامبير تكسر وتروح خوش هلان راح ظهرت شحنة سالبة على ال O خوش هلان عدنا شحنة موجبة وهنان عدنا شحنة سالبة فعلى مود عادل هن ال N راح تفقد واحدة من ال H هات مالت ه ال H نعرف ه شنو هي موجبة اللي يفقد راح يرجع هنان هاي من فقدت الشحنة الموجبة راح ترجح هاي تتعادل تظهر بشكل اهلان سالبة واجتها موجبة صار تعادل صار بشكل O H تمام اهلان هس موجود عدنا N H وال N عليها لون بير اللون بير راح يهاجم من راح اللون بير يعني من فقدة اللون بير اش ظهرت شحنة موجبة هذا ش راح يهاجم راح يهاجم ال آ ال آ سالبة طبعا هلان هلان هس هاي ما من تبه لها هلان عدنا كلث هاي آسرة وهاي آسرة اثنيا وهاي الآسرة ثلاثة فهن وحدة وهن اثنيا وهن ال الثلاثة خوش لان هاي الآسرة راح تنفتح تمام راح تنفتح النا وبالتالي وحدة لل N وحدة لل O وحدة لل L لل R خوش فهي مجرد انه تنفتح الآسرة ترتبط هلان ظهرت الشحن الموجبة على ال N لان فقدت اللون بير كسرت الآسرة وان اجت اجت على O ظهرت بشكل شحن سالبة خوش هلان عدنا شحن موجبة وهلان عدنا شحن سالبة فعلى مودة عادل ش سوي ال N راح تفقد ال H مالتها فقدت ال H شنو فقدت فقدت الشحن الموجبة من فقدتها راح تظهر هنان يعني راح يتعادل راح تروح الشحن الموجبة وهنان ال O بما انه تحتوي شحن سالبة واجت الشحن الموجبة تعادل الظهرت بشكل O H هس على مود هس على مود الصير لها Dehydration يعني شنو يعني راح نطلح بشكل H2O شلون هنان عدنا هذي خلينا أكبر هس آن هنان هذي المركب اللي يبقى هذي R3 وهنان OH وهنان R2 وهنان R1 وهنان R O H متمام O H على مود نطلح تحتاج إلى H ال H من نجيب ها نجيب ها من الجيران مالته هنان R هنان موجود وياها موجود H هاي الكاربون مرتبطة من نان مرتبطة من نان ومرتبطة من نان تحتاج H واحدة على مود تشبع فهاي ال H هاي الكاربون من نان وحد ومن نان وحدة هاي شغل صار اثنين الكاربون بشغل يتشبع باربعة فلازم يحتاج Hات اثنين خوش هاي ال H راحت لل O لل O H من راحت لل O H تركت ال آسرة مالته رجعتها للمركل فظهرت بشكل آسرة مزدوجة تمام هاي ال H الثانية انفقدت أو راحت لل O H وطلعنا بشكل H2 H2 O هنا H2 O هنا H2 O يعني شنو يعني السالب 2 H2 O من راحت خلت الآسرة رجعت الآسرة للمركب ظهرت بشكل آسرة مزدوجة هاي بالنسبة للميكانزم مالته بشكل بشكل